بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فكرة النهاردة هي شلال مية أو نفورة بإمكانيات بسيطة جدا وهي عملية عادة تدوير لبعض الأشياء إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة وما تكونش صعبة عليكم وما تكونش مكلفة في ناس الوقت للفترة الأخيرة عملنا كذا فكرة باستخدام السيليكون فقررت إن أنا أستخدم أنابيبي السيليكون دوام العادي التدوير طبعا أنابيبي الفاضية اللي هي خلاص المفروض تترمي فطبعا عشان قطر إن إحنا متعودين إن إحنا بنستخدم أي خامات عندنا في عملية عادة التدوير وبنستخدمها استخدام كويس وبنحاول إن إحنا نطلع بقى منتج أو أي شيء ممكن تستخدمه ببيتك يكون شيء كويس معنا ثلاث أنابيب بمقاسات مختلفة أو الأنبوبة بنحط فيها خرطوم بنفس الشكل ده بنبتع فتحة من تحت وطبعا هو الأنبوبة بتبقى مفتوحة من فوق بنوسع بس السقب ده شوية اللي هو فوق وبعد كده بنمشي الخرطوم بنفس الطريقة وبعد كده بنملاق جبس يعني جبس طري زي ما إحنا عارفين بنملاق جبس دي أول أنبوبة معنا الأنبوبة دي طولها 21 سنتي تمام بعد كده أنبوبة التانية الأنبوبة دي 15 سنتي بنطحها أطع بشطرة أو بزاوية وبعد كده بنصبها جبس وبنخلي الجزء اللي تحت ده اللي هي توقف عليه الجزء ده إيه بنخليه مصبوط تمام كده التانية معنا دي دي طولها 15 سنتي دي طولها 10 سنتي نفس الطريقة بنطحها ورضو أطعها بشطرة وبعد كده بنملاها جبس تمام كده معنا التلت قطع أو التلت أنابوبة سيليكون اللي هم الأنبوبة الفضية تمام كده معنا المطور ودي هشرح لكم دلوقتي الطريقة بتاعته احنا معنا المطور ده بيبقى فيه أربع فتحات الفتحة الصغيرة دي بتاعت دي بتاعت برضو بتخرج مية الفتحة التانية ديت ديت بتخرج مية وبس بتغطي أعلى أكبر شوية يعني بتغطي أزياد التالتة ديت اللي هي بتسحب المية تمام معنا طبعا ده ده أنا هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف ده أنا كنت عامله قبل كده وده واحد زيه يعني نفس الطريقة هتعمل زيه تمام ده حوض بيتعمل من الأسمنت الصافي أسمنت بدون رمل أو بدون جبس دي معنا تلت أطباق اللي أطباق ديت موجودة في السوق طبعا التلتة بعشرة جنيه رخيصة جدا وممكن تستخدم أي أطباق عندك قديمة ما فيهاش أي مشكلة خالص أهم ما حاجة تثبت اتجاه المية وبعد كده كله بتزبط معاك تمام بعد كده بنبقى معنا بالشامع بنسبت طبعا على الغطية بتاعتنا اللي احنا قطيناها مشطورة بحيس ان هي بقى فاهم يقول تنزل المية بعد كده بنلحم بنلحم كويس جدا طبعا أنا أسيب لكم إن شاء الله في آخر الفيديو الفيديو كده بيوضح إزاي تلحم أي حاجة وما تصربش منك مية طريقة كويسة جدا أنا بستخدمها وإن شاء الله تكون عملية وتكون مفيدة معكم تمام بتبدأ بعد كده تتركب التانية بنفس الطريقة كده بتحاول تصبط لول الاطباقة على بعضها وبعد كده تعلم تعلم مكان الامبوبة السيليكون لو ما عندكش هامبوبة السيليكون ممكن لو في مواسير عادية معندك تستخدمها فيش مواسير عادية ممكن تستخدم الرول بس الرول هتضطر إن انت تعزله من فوع شنا المية ممكن تعزله بلاستر او ممكن تعزله بكيس او أي حاجة تستطيع تعزله بشامعة ده لو ما عندكش الحاجات ديت تمام بتبدأ تعمل بعد كده ديت التلات أطباق دولار طبعا انت ممكن تستغنى عن الطبقة اللي تحت اللي هو الحوض ده خالص وممكن تعمله حوض بلاستيك لو عندك او طبقة بلاستيكية هو الموضوع ان الفكرة توصل وان انت تستغل لاي حاجة عندك وان انت تعمل لها عادي التدوير بطريقة كويسة وبطريقة نكحة بتركب المطور بنفس طريقة كده وبعد كده الحتة اللي قدام ديت بتعملها بالشامعة معيس ان هو ما يجيبش مية تاني تمام بتبدأ بعد كده تزين طبعا الحاجات دي كليتها موجودة في اسماك الزينة المطور وكل الحاجات اللي هي ديت بتلاقيها موجودة في اسماك الزينة وفي حاجات احسن من كده وشكلها اجمل بتلاقي طبعا هناك الفرش فرش السمك بتلاقي الاكل بتاعه بتلاقي الحاجات الورد بتلاقي التحف بتاعت الاحواط بتلاقي كل الحاجات دي موجودة وكلها بصار معقولة مش غالية يعني بس هي الفكرة انت ما بتكيبش حت سمك بتشتري حت سمك كامل لان انت انت بتعمل حاجة بايدك فبتلاقي لها شكل كويس وبتحس ان هي ان انت عملت حاجة كويسة تمام بعد كده بتكب المية بتكبها على سفينجة بحس ان هي مت ايه متعلياش منك او بحس ان هي متحركش الحاجات اللي احنا عاملينها دي وبتبدأ بعد كده تشغل المطور عادي بتحطه في الكهرباء عايز تحط سمك ماشي مش عايز تحط سمك وحس ان الحطة بكون ديق بلاش ما فقاش اي مشكلة خالص بس المهم ان انت استغلت حاجة عندك وعملت بقى فكرة كويسة حطتها في شايتك بتحس ان انت عملت حاجة بايدك بيكون قيمة غير ان انت تشتري حاجة جهزة بتحس ان هي مش يعني ايه ما تعبتش فيها اه دفعت فيها فلوس بس ما حستش بايمتها عندك يعني تمام كده وصلناك دلوقات هاسيب لكم فيديو الفيديو ده هو عبارة عن استخدام فيل السجارة او عب السجارة في ان انت تلحم يعني الطريقة ده هنستخدمتها في كذا حاجة ونجحة جدا هاسيبكم دلوقتي معاها وان شاء الله يعني ايه هتجيبكم بإذن الله موسيقى اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة